معانا على التليفون النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سأل خير وأهلا بك ستة نائب وعلى أستاذ المشاكلين أهلا بحضرتك قولي أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا ومشاركته في هذه القمة يا فند طبعا هي بتأتي زيارة أخرى من الزيارات الاستراتيجية اللي بيكون بها سياسة الرئيس وهذه الزيارة هي الثالثة لألمانيا بعد زيارتين طبعا كان فيه كذا لقاء بينه وبين المستشارة ميركل بس يدي زيارة ثالثة لألمانيا وفي الحقيقة في كل زيارة يقوم بها سياسة الرئيس لألمانيا بنشهد تطور إيجابي ونبوه وتحقيق العلاقات بشكل كبير جدا 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 بالذات هذه العلاقة بين مصر وألمانيا كانت بفترة بعد 2011 شهد الحدوء شديد النهاردة أنا بعتقد أن ألمانيا من أهم الشركاء على المستوى السنائي بيننا وبينهم والزيارة بتحمل شبقين شبق رئيس دولة يلتقي بالمستشارة الألمانية وبقيادات الدولة الألمانية وزيارة بيلتقي فيها سياسة الرئيس أو بيكون سياسة الرئيس من ضمن مجموعة القادة بأفارطها اللي بساركوا في القمة المتغرة زي ما أشارت في سياسك في إطار مجموعة العشرين الشراكة بين أفريقيا وألمانيا وطبعا دور مصر مهم جدا في هذه القمة لأن مصر ستترقف القمة الأفريقية في 2019 إن شاء الله وده هيكون دور وزن كتير ومن جامل ناحية العلاقات مصر بأفريقيا من ناحية العلاقات الاثنائية طبعا زي ما سياسك تعلمي البلث الاقتصادي بيننا وبين ألمانيا من أهم الملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والسياحة وكثير من الملفات أنا بعتقد أنها زيارة هامة جدا زيارة جاية لتوقيت ليؤكد برة أخرى على وضع ومكانة مصر على المستوى الدول طيب بيبقى حياتك بتكلمني أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين هي أيضا علاقات طبعا أساسية ومهمة الزيارة دي إزاي ممكن تنعكس بقى إيجابيا على الاقتصاد المصري يا ست النائب طبعا يا فندم هو إحنا بنحاول دايما في كلامنا مع شركائنا في شمال البحر المتوسط أن نحن نوضح لهم أن هناك متكلة تتعلق بالهجرة غير الشرعية وأن مصر لها دور كبير جدا لمنع تضفق اللاجئين عبر المتوسط إلى أوروبا لمنع هذا الأمر سواء على سواحل البحر المتوسط الجنوبية أو في دول أفريطية لأن احنا برضو بننتمي إلى هذه القارة ويهمل تنية هذه القارة بنحسهم دائما على توفيق استثماراتهم المباشرة للدول سواء على سواحل البحر المتوسط الجنوبية التي هي دول أفريطية أو إلى أوروبا هذه الاستثمارات سوف تتخلص طرح عمل وزي ما هيك عارفة مصر حوالي 6 مليون سائح أو ما يزيد ويتمتعوا بكافة للحقوق ويتمتعوا بالتعليم وبالصحة وبالخدمات والبنية الأساسية ويعني كل ده والاقتصاد المصري في مرحلة تعاق أعتقد أن أهمية هذه الزيارة ستكون في بحث مشروعات استثمارية جديدة وهذه الاستثمارات سوف يكون لها مرضوط من ناحية قلق فرص عمل للشباب بحيث أن احنا زي ما هيك عارفة ما فيش مرحلة السواحة المصرية من حوالي 2016 حوالي سنتين بالوقت طبعا احنا بنقوم بكل هذا الجهد ويعني لم نقيم معسكرات في استثواء الأخرى ولم يعني إذا تلقى خروض أو مرحة في تدور أخرى فإحنا كلنا بنقوله أن التنمية الحقيقية عن طريق استثمار هي السبيل الأمثل لمعلمة هذه الظاهرة طيب الإرهاب والقضايا المشتركة يا ست النائم ما بين ألمانيا ومصر هتبقى أيضا على رأس الأولويات يعني في هذا اللقاء ما بين الرئيس السيسي وأنجلا ميركل أهمية التنصيق مع الألمان في تلك القضايا وإيه اللي ممكن يقدمه لنا هو يعني ثابت بما لا دع مجالا للشك يا فندم أن التنصيق بين مصر وألمانيا فيها هذا الملف على وجه تحديد الإرهاب شهد تطور إيجابي جدا جدا أصبح أن ألمانيا بتستفيد من خبرة مصر ومن الرؤية المصرية لحل الأزمات التقديمية يعني أنا هخص على حديث المثال وعلى يعني المثال الأوضح هو المثال الأزمة الليبية فبتستفيد من الرؤية والمصرية ومن توجه مصر في حل هذه الأزمة وكيف أن الحل يجب أن يأتي من الداخل ولا يكون حل مفروضا من الخارج ويعني شاهدنا في أزمنا في صادقة حلول فرضت على المنطقة من الخارج ولم يكتب لها النجاح على الإطلاق مع الأسف الشديد وإحنا دايما بنقول أن الحل يجب أن يأتي بتوافق الأطراف الليبية ويجب أن يأتي من الداخل حلا سياسيا سلميا وذي الرؤية اللي بعد ما كان كثير من الدول الأوروبية مش يعني مش شايفينها أصبحوا بيتبنوها بناء على ما يعني أفادت به الرؤية المصرية والإدارة المصرية في هذا الشهر ده بينطبق على كثير من الأزمات الإسخيبية بس أنا ضربت مسلسان على الأزمة الإسخيبية لأن هذا المثال طبعا بيخص أفريقيا إحنا طبعا بنكلم على قمة أفريقيا مع ألمانيا وبيخص منطقة البحر الأهبيب المتواصل تمام أنا بشكرك شكرا جزيلا ستة نائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب شكرا لحضرتك